السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم تنمية سنة ثانية قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وهذا فضلا وليس عمرا ليصلكم كل جديد في هذا الفيديو سأقدم لكم تحضير درس المطالع الموجهة بما أدركت العلم أولا التعريف بصاحب النص إذن بديع الزمان الهامداني هو أبو الفضل أحمد بن سعيد بن يحيا بن بشر ولد في هامدان ببلاد فارس بإيران عام 358 هجري الموافق ل969 ميلادي تلقت علمه الأول بمسقط رأسه ثم كترت رحلاته الأدبية كان ملعا بالأدب أي كان يحب الأدب كثيرا واستطاع أن يبرز في مجال المقامات مات بديع الزمان الهامداني في حداز جمادي الثاني سنة 388 الهجرة من أهم مؤلفاته المقامات العلمية والأدبية الآن أقدم لكم الفكرة العامة للنص وهي ذكر الكاتب صفات العلم والطرق الصعبة للحصول عليه أما الأفكار الأساسية تنقسم إلى جزئين أو فكرتين وهي الأولى تحدث الكاتب عن مميزات طالب العلم أما الثانية وصف الكاتب سبل الوصول إلى هذا العلم أكتشف مطيات النص أولا من هو عيسى بن هشام الجواب عيسى بن هشام هو راوي القصة وهو شخصية خيالية استنعها بديع الزمان الهمداني لإيصال فكرته إلى المتلقي سؤال الثاني عما سأل الرجل صديقه الجواب سأل الرجل صديقه عن كيفية تحصل العلم وقد قدم بديع الهمداني منهجية صائبة في طريقة أو عن طريقة تحصيل العلم وهي صالحة لكل زمان ومكان السؤال الثالث حدود الناس متساوية في طلب العلم وضح ذلك من خلال النص الإجابة حدود الناس متساوية في طلب العلم حيث يتمثل هذا في البدل والعطاء والصبر والإرادة لتحقيق المراد رابعا ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في طلب العلم الإجابة هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في طلب العلم هي تحمل المشقات والصبر والسهر وكثرة التأمل والسفر وأعمال الفكر والاستعانة في ذلك بالتوفيق أناقش معطيات النص السؤال الأول العلم صيد والكتاب قيد بين أهمية الكتابة في تحصيل العلم الجواب العلم صيد والكتاب قيد إذن هنا تلعب الكتابة دورا هاما في تحصيل العلم حيث تجعل العلم محفوظ العلم معاف والمحفوظ ومرجع ومتناقل عبر الأجيال فتعرف الكتابة بآداب وعلوم الأمم السابقة تساهم في تطوير العلم ورقيه السؤال الثاني أذكر الشروط الأخرى التي تراها ضرورية في طلب إذن الجواب هو الشروط التي نراها نحن ضرورية لطلب العلم هي التوكل على الله لآتماد على النفس تجنب البخل والرياء في تقديم العلم كذلك العقل لإدراك الحقائق الفطن والدكاء لحفظ وفهم العلم الشهوى لطلب العلم كذلك الظفر وعالم سمح قال أبو حنيف النعمان في إدراك العلم إنما أدربت العلم بالحمد والشكر فكلما فهمت شيئا من العلوم ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فاجداد علمي ثالثا تصاغ المقامة بأسلوب المصنوع وضح مع ذكر الأمثلة من المص إذن الجواب تزاو المقامة بأسلوب مصنوع حيث تكثر فيه المحسنات البديعية وصور البعينية بشكل تمقهه أو تمقطه النفس ومن ذلك من النص السجع في كثرة النظر استيناد الحجر رد الضجر إذن هذا النص عبارة عن مقامة وصاحب النص متأثر بمدرسة الصنع السؤال الرابع إلى أي مدى يعكس فن المقامة؟ الجواب يعكس فن المقامة التطور الذي حدث في العصر العنباسي أدخل الكاتب التصنع بنية المقامة وجعله ثقيلا عن النفس إذن هنا التعريف بالمقامة هي فن نتري وهي عبارة عن قصة خيالية تصاغ بأسلوب مصنوع يبدو فيه تكلف اللط وكثرة صور بيانية من جناس وطباق وسجع موضوعها يتصل بحياة الناس وفيها سخر شديد ونقد ثانيا الغرض في المقامات هو استغلال أموال الناس ثالثا من المقامات المشهورة إذن البغدادية والشامية والحلوانية والبشرية رابعا تمتاز المقامات بالإيجاز وكثرة الصور البيانية والمحسنات البديعية كما قلت السجع والجناس والطباق ولذلك لغتها أقرب إلى الشعر أكثر من النسر خامسا عباراتها أي فن المقامة إذن عباراتها قصيرة تختم في الغالب بأبيات شارية حكمية كما هو الحال في المقامة العلمية التي يحث فيها الكاتب على ضرورة طلب العلم والحص عليه والصبر على مصائبه واللجوء إلى السفر عند الضرورة لماذا سميت المقامات بهذا الإسم؟ إذن المقامات في لغة جمع المقامة والمقامة هي المجلس والمقصود بالمقامات أو المقامة في العدب قصة تدور حوادثها في مجلس واحد خصائص المقامة أو من أهم مميزاتها يختار الكاتب لمقاماته بطلا حيث تدور حوادث المقامات حوله حوث هذا البطل وراوية يروي تلك الأحداث تغلب على ألفاظها الغرابة مليئة بالقصص والحكم والمواعد يدور أغلبها على الإحتيال والذكاء ما هو نمط النص؟ نمط النص سردي قصصي وإلى موضوع آخر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر